صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة صحوركم فأمودخل عليكم هاد الفيديو ان شاء الله كاما تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم المطبخي جبتكم وصفة طبق رئيسي ولا اروع تزينو بهما ايدة شهر رمضان كريم تعمله لضيافكم تعمله ليكم يحمر لكم وجهكم ويجي شباب بزاف بزاف عمي وبخيزان طبق لهي وصفة غولي بالدجاج روه وعالبنات بنين بزاف بزاف بنتو وما تنشبهش ضفت لهي المكون السحري ليزادلو بنا على بنا على ما تفرجت وصفة الغولي في اليوتيوب ومشت كامل ليعمل هاد المكون الى كان شي واحدة عملته قبل مني اقولو لي في كومنتر واختمنا هاد الغولي فقط بنصف صدر الدجاج يكون عندنا كبير نالي تسمح لكم الفرصة لبنات جربوه جربوه وصفة فعلا تستحقوا التجربة في قناتي هادي عمين ولا اكثر كنت عملت لكم لي كويس فاختي وكنت رافقتم بالزيتون هاديك الوصفة كانت عجبتكم بزاف بزاف كانت نسبة المشاهدة فيها كبير نتمنى ان نحت الفيديو تنهاليوم يوصل هاداك العدد من مشاهدة تفرحتوني بزاف بزاف عجبتكم اللي يحب يخدم هكذا بلاسوس بلانش بالشامبينيون يعملها ولي يحب يلافقهم على الزيتون يشوف الوصفة اللي عملت في هاديه كويس فاختي بالزيتون دوكنو نحط لكم الرابط ديالها في صندق الوصف ولي يحب معي الوصفة تنهاليوم مع لي يتفرج معي من البداية حتى النهاية نبدأ البنات مع اول مكوين ضروري ورئيسي في الوصفة تنهاليوم اللي هو نصف صدر الدجاج شوفوا البنات هاداك صدرتع جداد ديالكم يكون كبير سوات شيريوه ها قدم ديزوصي معند الجزار سوات شيريوه قطعتها لسكالوب وضمشي وتستحنهم انا البنات شريت مصص صدرتع جداد لا سقف العدم رفت من هاد الهبراء الكبيران ينقصها الى قطعة صغيرة عاود هاداك الكحكاس هاداك العدمة ساقت تكررتها ملح ملح كامل من هاداك الجداد باش نتحنها ديني كمية اللحمة فرم جيني بزيادة ساقت بتلغوبوه دياليوم غني ماشا نتحن هاداك القرية تحنوهم بغاية الغاية باش نتحصلوا على كيف تعلها اللحمة فرم تعد دجاج هاداك الخطوة تحبو تتحنو هاداك الجداد ديالكم فضاء ولا تحبوو تعملو هاداك العملية عند الجزار وتجيبو هاداك الجداد ديالكم مطحون واجد نقصها الى قطع صغيرة وفي نفس الغوب ومخسلته ومولته ومشيت نطحن هذه البصلة طحنوها البنات مصد طحنوها شتاتو الليمة طحنوها رقيقة بالصح ماشي ماوية بعد اللي طحننا هذيك الحبات البصل ونعمل هذيك البصلة ديالي المطحونات وطلق غاية الغاية في هذيك الصفاية ونحاول نضغط غاية الغاية بالملعقة باش نحي كم هذيك المال فيها هذي الكفتات الجداد اللي كنا طحنوها اللحم فرمت على الدجاج نمشي ونضيف له هذيك الحبات البصل اللي كنا عصرناها غاية الغاية من المادية لها ونمشي ونضيف لها كمية من المعدنوس انا كعندي في كونجيلاتر استعملت زوج ملاعق كبيرة المعدنوس عاود مشيت ديالت عليها فص كبير تعتم رفضتها كده السكر فجرق وسكر فرس هذيك الفص تعتم ديالي ومشيت الآن نضيف له ملعقة صغيرة على الموتر اللي هو الخردر باش يجينا هذيك الغاية ديالنا ابنين نضيف له ملعقة صغيرة الخردل وملعقة صغيرة الماغرين باش ميجيناش ناشف نضيف له حباتها ولا جداد والحبات البيت كاملة استعملنا بالبايض بالصفر ونمشي ونزيد عليها ثلاثة معالق كبيرة على الشابير باش هذي الغاية ديالنا يجينا دري والان نضيفه التوابل ضفت ملعقة صغيرة الملح مطعم رهاش بزاف بزاف ونصف ملعقة صغيرة فلفل اسود ونصف ملعقة صغيرة سكنجبير مشيت الغاية ملعقة صغيرة فلفل لحمر حلو باش يعطينا لون هذيك الولي ما يبقى نش بيت بزاف بزاف حتى الضرواء البنات تقولوا لي ايو عينا تفرجوا ما كان حتى حاجة جديدة واحنا موالفين بهذا التوابل الان البنات صلاني ماشا نقولكم على حل مكون سحري اللي يعطى حل بنا خيالية اللي هي ربع ملعقة صغيرة تل أرفها غبرة ضيفها فوها البنات الغولي ديالكم تجي في حنك هومك يكوني تبجي هذيك الريحة كامل طلب عاخر مزعفوش باللافة البنات الغولي ديالكم لما تخافوش البنات تزيدوا الغولي ديالكم هذيك الربع ملعقة صغيرة تل أرفه اسمق لكم ييجيكم حل غولي بنوكها خاصة ما تتخيلوش البنات دياله اللي ما يحبش البنات تعل الأرفه يستعمل بلاستها التوابل خاصة بالدجاج انا عجل مليح مليح هذيك الكفتة ديالي بش يدخل لي كام هذيك المكونات فيها بعد اللي عجلت هذي الكفتة على الجدادة ديالي مليح مليح وصيرها عندي هنا واجدة مشيت عملت القيضر ديالي كمية من الماء و عملتها تغلي و الان فوتوا لطريقة تشكيل غولي بالدجاج نحتاج الى هذا الفيم اني موداع هذا الغشاء الشفاف يعاوننا في الخدمة نفرشه هكذا فوق طاولة العمل نمشي و نقصه بالمقاس و باش ما تغبناش ذاك الكفتات الجداد و تبقى تلصقنا في الدينة نمشي و ندهنوا ذاك الغشاء الشفاف و يدينا بحشوية الزيت رجعت لذاك الكفتات الجدادة نقصها الى جزئين متساويا يعني ما شاء نخدم زوجت على يبودة ندفدها هكذا جوز الأول نضعه فوق هذاك الغشاء الشفاف اللي كنا ندهن بالزيت نحاولو نبسطو هذي الكفتات دينا على شكل مستطيل و كامل ما تغبناش في الخدمة لا خطر يدينا احتياله في هذي زيت كامل ما تلصقناش نشكلو هكذا على شكل مستطيل و كما نشوفو في الصورة يكون عنا رئيئ و الان نمشي و نجيبو هذ المربعات تتعى الجبن بنات الجبن يلعب دور كبير باش الغولي دينا يجينا واقف رفضوا هذ المربعات خيم يترفضوا الجبن الطاري اذا نفضى هذك المربع دينا هذي الأصماء على نصفين عاودكن نصف أصماء على زوج اذا في المجموعة تحصلت الى اربعة قطع بتاع الجبن يكون قطع دينا يكون ساميكة باش هذك الغولي دينا يجي واقف و يجينا شباب و كما لكم تشوفو في الفيديو صدفت هذك القريضات تتعى الفقوماش حبا قدم خطاع جوني نيشا على حسب طول الكفتة عملتهم هكذا في الحشية كامل و بالمساعدة على هذك الغيشة نحاول ندوره هذك الكفتة نبدأ ندوره في هذك الكفتة حتى لنوصوله الاخر من الجهة رحنا ندوره و من الجهة الاخرى رحنا نحوى ذك البلاستيك اللي فيها عندكم تبقوا تدوروها بها بالبلاستيك تعشوك تأكل و تسيبوا البلاستيك حداري البنات و بعد شكلنا الغولي دينا نمشوا هكذا نزيره في الجنب و نبقى نعمل هذه الحركة كما راكم تشوفو في الفيديو و نبقى هكذا ندوره هكذا في الجنب و نصغره و نزيره و نزيره حتى اللي احنا نتحكموه في الغولي دينا إلا نحبوه رقيق ولا غليد ولا رقيق ولا طوي ثمان و ما تحبوه من بعد اللي توصلوه الحجم و للسوق اللي تحبوه نمشو نعدو هذك الجنب و نعودو نمشو نحو هذك زيادة البلاستيك هده بالمقص كخطوة أخيرة للبنات نمشو نبيكو الغولي دينا هكذا بكوردون نعملو له بعض الثوقو باش يخرجنا لهوا نعودو نمشو نجيبو ورق الأليمنيوم و نلفو هذك الغولي دينا في الأليمنيوم و نزيرو الجنب دينا و الغولي دينا رهواجد باش نطيبوه في البخار بنفس الطريقة نعودو نمشو نشكل الغولي الزاوج إذا نجبت هذك الفيم أليمونتاغ حتيتو فوق طاولة العمل نمشو نقص حلقردة ندهن يدية و هذك البلاستيك بشو يزيد نمشو نبسط هذك الكفتة ديالي على شكل مستطير يكون عندي رئيئ نعود نمشو نقص قطعة الجو من البنات تقصوها على 4 ما تقصوش هكذا على 3 بطول باش يجيوكم أبطي نصوكم و يجيوكم غلاد وخشان و الغولي ديالكم يجيوكم واقف نصدف هذك القريضات ترفخه هكذا في الحاشية و نبقى بمساعدة البلاستيك نبقى ندور حتى نوصل الاخر كي نوصل الاخر نمشي هكذا ننزير الجناب و نبقى ندور ندور نعمل هذه الحلقة ندوره و نحاول نزيره و نصغر فيه حتى نوصل لحجم اللي أنا خاصني في الاخر كامل نمشي نعقدون نحاول زيادات و نعود نمشي نجيب هكذا ورق الأليمنيوم نلف هذك القولي ديالي في قلب الأليمنيوم نزيره ملاح ملاح حتى هو الجناب و ما تنسوش البنات باش تضربوا حسابكم باش يدخلكم في قلب الكسكاس ولا في قلب الألال ما تعملوش طويل بزاف بزاف باش يدخلكم باش يدخلكم في قلب الألال من الأول عبره قبل ما تتزيره كما شاهدوا في الفيديو و البنات جونيزوش على بودة يعني حتيتهم البنات في قلب الألال ولا في قلب الكسكاس لا تنسوش البنات تغطيوا عليهم كما عملوهم يطيبوا فوق البوخة لمدة نص ساعة حتى ال 45 دقيقة كيكون الغولي ديالنا يطيبوا اني ماشا نوري لكم هدوك الزهرات اللي زيينت بهم طبق التقليم انا نوريكم كل شيء اذا انت بتحبيبات الباطاطا شوف انا استعمل ثلاثة حبات بتحش طولي بزاف شوفوا الحبات الباطاطا ديالكم يكونوا مكورين و يكونوا أصغر قصوا الباطاطا ديالنا السنك ديالها يكون ماشي رقيقة بزاف كيش شيبس و لا تعملوهاش البنات غليطة على خاطر و كانت تعملوها غليطة لا تقدوش تشكلوه الأظهر يتكسروا لكم بعد قصة الباطاطا ديالي نقليها عود البناتكي تقليها ما تيبسوهاش غيت حسو بلي الباطاطا ديالكم طابط نحيوه ما تسنوهاش حتى تحمر بعد قليت الباطاطا دياليالي ما حمرتها بزاف بزاف فجيني هيكده مرخية ترتخى معايا لان نمشيو نشكل الظهر شوفوا الحب اللولى كيفاش دورتها هدك باش نشكلو القلبة الظهرة و من ثم نبقى ندور بهدوك الدوائط الباطاطا باش نشكلو الظهرة ديالنا كشو نشكلو لبيتال نبقى نعمل حبه فوقختها حبه فوقختها حتى لي نوصل للحجم تاع الظهرة ديالنا توما ما تحبو تحبو تكبروها ولا تصغروها نبقى نعمل حبه دام اختها حبه فوقختها و مفلتحت كشو شوية نقبطهم هكده ممكن نزيد نزيد نزيرهم هكده تشكل معانا الظهرة بكل سهولة و نحاولو نقبطها هاواتي شوفوا معايا الظهرات الباطاطا شوفوا هكده نزيد بيهم الأطباق ديالنا بعد مرور خمسة واربع دقيقة صعي الغولي ديالي لحطاب نمشيو نحلو هذاك الاليمينيو هذاك الغيشاء الشفف و نحمره بشكل الغولي ديالنا يجيب خيز مطب و يزيده حتى في البنة و في مقلات ما تكونش عنا تلصى نعمل ملعقة كبيرة الماقارين ندوب هذيك الماقارين نعود نمشيو نضيفه عليها أربعة حتى الخمسة معالقة كبيرة تزيت نعمل الخالط بين الماقارين وزيت باش يجينا بنقين من بعد اللي يدوب لي هذيك الماقارين و الزيت ديالنا تسخن نمشيو نحطو الغولي ديالنا يتحمر حتى يس هذوك اللي دوغو يتحمروا لي في هذيك الماقارين الزيت و نبقى دايما ننقلب فيهم باش نحمرهم كامل و هذوك الجوانب و يرفضوا لي هذيك اللون الدهبي و يدك الشباب و لا نقول لكم على الريحة اللي تكون فضر كي يكونوا ينقلوا و يتحمروا رحتهم مانشمها تكون جاهي البنات تكون تفنزر و نحمرهم غاية لغاية كامل جهات حتى يتحصل على النون كيف كيف و هذي هي البنات أفضر طريقة اللي تحمروا بها البودن الخيم اللي تفوتوهم في البانيو غاسمية البانيو كليش غل تفوتو البودن ديالكم في الفارينو تعودو تفوتو في البد و تؤليهم هذي عملية مدىكون الشباب بزار 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 في البودن يبقى اذي كشغو هذي الاشرى اللي تتكون تبقى طيلكم عملوا هذي الطريقة خير و خير و بعده يتحمروا لي و اشوفوا استعمال و هذي العبنى ستعاونكم بزار بزار و ممشي نحنوه هذي كليدام و نحطوهم في الطبق بعدة نقصوه مديها واحدة او رفض هذي كده حباته نقصوه الى قطع صغيرة نحتاج هذه الحباطة على البصل لكي نعملها في الاسوس هذا البصل الخضر يضيح الحلوة بحضة يجي شباب بزف بزف رجعت هذا اليدام اللي كنت قليد فيه هذا البودان جاني بزف ماشاني باش نستعمل كام هاد الكمية بشي تنقص اليدام والان بنات انو مش نوريكم طريقة اللي نطيب بها الاسوس بلونش اللي جي بنتها ما تنشبعش اذا نفضو الكميات على اليدام غي على حسب ما نحتاجه اللي كان خالطة بين مارغارين وزيت عملت هذا البصل الخضر يضيح المليح مليح مليح في هذا اليدام اللي ومليح مليح هذا البصل يعطي حلب لنا سوس بلونش تجيب منتها ما تنشبعش نمشي نضيف على ذاك البصل نصف ملعقة صغيرة على الملح هذا الملح على خاطر ودوك نستعملوا للخوماش و نصف ملعقة صغيرة على الفلفل سودادوما التوابل لتستعملوهم باش لاسوس بلونش ديكم بلينة نخلط على هاد المكونات ونغطي نخلط عليها البصل ونخليه تقلالي غاية الغاية حتى لي حمالي جيدا وهنا سعي حمرت غاية الغاية هاداك البصل ديالي حتى قريبا ينحق لي باش هاداك لاصوس بلونش ديالي جيني ابنينا ننشي نضيف عليها فص كبير تعتم سكر فرشتو نقالي هاداك التوم مع البصل عاود الدروة ان نمشي ونبنات تنضيفه الفتر ان الفتر شريت موعلبت الوابس هكذا اصص الى شرائح صفيتو وشللتو بحشوية الماء ونمشي نضيفه فوق هاداك البصل والتوم نخلي هاداك الفتر ديالي يطابي حتى لي بأي ترتقلي وكي هنا الشامبينيون ديالي بدا يتحمرلي وبدأ يتطابلي نمشي نغطي عليه ونزيت خليته يتطابلي غاية الغاية بعد لي طابلي الشامبينيون وتحمرلي الان مشي تنضيف عليه علبة الكريمة السائلة الخاصة بالطبخ اضفت هادا العلبة هذه صغيرة كامل اضفتها كاملات باش تجينا هاداك السلسل بيضاء ديالنا بنينة خاسكم تستعملوها كخافخاش ما نخبيش عليكم تعودوها بملعقة كبيرة مع كاس حليب تجيكشور كل بشامل بس حالي تحبوا السلسل بيضاء ديالكم بنينة نشريو هادا العلبة ريها رخيصة لها غيب انزمين لتنباع بتجيكم بنينة هاداك السلسل بلانش عاوتو مشيت زيت عليها ملعقة كبيرة تلجوب الطاري ونحاول ندوب هاداك الخماش مليح مليح يطيبنا روعة للسلسل بلانش وفي الاخير كامل مشيت نعمل العلبة ديالي فقط النصف بالحليب البارد عملتو في قلب العلبة باش نشلل هاداك راكران فخاش اللي عندي في الداخل باش نعمل يقول لي في التقليد لما عندكم مشلل بنات هاداك وعندكم القرورة كالي عندو شاري لكامل بيكيد القرورة الكبيرة يستعمل كاس كبيرة لك خمف خاش مع نصف كاس الحليب خلطو هاداك الحليب مع لك خمف خاش يجيكم القوام تا هاداك صوص بلانش روعة ما تجيكم اصحاب بزاف بزاف ما تجيكم جارية بزاف بزاف نسلنا علاش هاداك صوص بلانش ديالي تغليلي زوش دقيقتين ونطفي وفي الاخر كامل مشيت زيت لها الرشة على نواد موسكات وهي جوزت الطيبطط يحل بنا روعة اللي ما يحبهاش ما يزيدهاش يعرفها كيف يستغناء على نواد موسكات كان يقول عليها الدر الصحة كان يكل واحد وكيف هاش يقول مهمة نعمة غير رشة خفيفة خليت لصوص بلانش ديالي تعقد لي غيشوية وهي ديالي عندي وجدة قاوم ديالها رائع بزف بزف والبنة ديالها خيالية ما تنشبهاش رافقوها الجميل أطباق ديالكم سوختوا مع البولي تسمع شغل غاية الغاية وهنا البنات سايكل شيرا عندي واجهة نفوتو لتزين طبق ديالنا رجعت لها داك البودان نقصو لتخونش وشوفوا البنات تتقدو تقصوه بارد ولا سخون كامل ما يعدبكوش يتقص معاكم بكل سهولة شوفوا غيش سكين ديالكم يكون حاد وكما راكم تشوفوا في الفيديو نقص هذا البودان ديالي هكذا بخط مائل باش لا تخونش ديالي جيني كبيرة ويجي الشكل لها الشباب شوفوا البنات البودان دياله كيفاش جا شباب بزف وانا عملتهم شوية غلط باش يجيوا شابين وهمين شوفوا الشكل رائع شوفوا هكذا الفخومج اللي عملنا في الوسط جينيشن في الوسط وانا مشيت صحن التقديم احنا في المسان البينات نقلوه هاد البلا اوفر نقلوه نقلوه لفلوكا اصدفت في هادوك 3 تلو ريضات اللي عملتهم بالباتاطا وانا نقلوه لفلوكا بالدجاج والجوب ولا اروح شوفوا الشكل وشحال جاش باب وفي الاخير كامل نقلوه الوسط ديالي هادو كلاسوس بلانش بالشامبينيو مع هادوك البصل اسم الكومزاد اللي حل بنا ببحدها ما تفتنوه شكام بلي فيها البصل وجات بنتها عسل والقوام ديالها رائع ما جات خفيفة ما جات تسئيلة وتجي في نفس الوقت زاكية وكالمسة اخيرة باش يجي الطبق اللي ينشبه بزاف عملتها في البادوك الوريضات الباطاطة عمت هكذا حبيباتها زيتون اسود وزيت زينتهم بحشوية تاعة المحت نوت قصتوا هكذا قطع صغيرة وعملتهم بغيفو الورود باش يجيونا الشابين يجيونا كم الاوراق وكما قالو ناس الزمان العين تاكل قبل من الفوم كانت هذه الوصفة اللي اخترتها لكم نهار اليوم طبق رمضاني طبق الديوف طبق الأحبة والأحباب ربي يجمعنا معاكم وإياكم غيف الخير ان شاء الله وصفة تحملكم وجهكم شابة همية بخيصنطب والبنة والبنة ما نحكي لكمش جربوه بهذه الطريقة وبهذه المكون اللي قلتلكم عليها في الفيديو كيف وكي لاصص غولة ولا أروح وكانت هذه الوصفة تاعتنا اليوم وصفة تستحقوا فعلا المشاركة مع أحبابكم وأصدقائكم والناس اللي عزاز عليكم على خاطر وصفة تحمر الوجه ما تنسونيش بهذاك اللايك اللي يشجعني ويدعمني باش نواصل الأمام ومتعليقات ديالكم أس نقولكم عليها شحان تقلق أن تقلق باش نقراهم وشحان نفرح بيهم ربي يفرحكم وربي يجازيكم وكام الحاجة المليحة اللي نتمنى هالراسي نتمنى توصلكم أضعاف وأضعاف إن شاء الله وصلنا إلى نهاية الفيديو تنهار اليوم نشوفكم فيديو آخر بإذن الله